النهاردة هنامي مع بعض حالة سهلة جدا وسريعة في ثلاث دقائق هيكون جايز والشكل امرزامت وشايفين كده اسمها حلوة الشكلامة او حلوة جس الهند مكانتها اقتصادية جدا وموجودة في كل بيت يلا بينا نبدأ الوصفة معي ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة زرفين فانيليا اثنين معلقة كبيرة سمنة اي نوع معلقة كبيرة عسل جركوز نص كباية سكر نص كباية دقيق واثنين كباية جس الهند اي حاجة ناعم خشن المتاح عندنا في بولة او في طبق غوية كده هنزل بتلات بيضات وزرفين الفانيليا وديها ربا متينة كده زي ما انتم شايفين كده وبعدين هنزل بقى بنص كباية السكر سكر ابيض عادي مش بودرة سكر ابيض ناعم اديها تقليب متينة طبعا السكر مش هيدوب بنسبة يعني 100% لا عادي ممكن بنسبة 50% وهيكمل دوابان مع بقية المكونات هنزل بقى بمعلقتين السامنة زي ما انتم شايفين لسه متكتلة كده وجامده لسه الشتة جايمة دهو ما قلناش باي بوي فالحاجة لسه زي ما هي محتفظة بقوامها وبعدين بقى هنزل بمعلقة عسل بكلوكوز وزي ما انتم شايفين لسه برضو القوام بتاع متينة ممكن في المرحلة دي نعمل العسل بكلوكوز حمام مائي عشان نسهل عن نفسنا بس انا بصراحة ما عملتش كده ما فرقتش كتير جاتين سيان يعني هيدوب من كتر الضرب والاختلط في المكونات تالي بماتينة زي ما انتم شايفين كده عشان كل المكونات اختلط ببعضها والسكر يدوب والعسل بكلوكوز وكلو اختلط ببعضه زي ما انتم شايفين كده كل ما بحس ان هي لسه يعني متكتلة عسل بكلوكوز متكتل معي بانزل بالمعلقة واديها ربها جامدة هنزل معي بقى بنص كوباية الدقيق ونقلب كويس جدا ونحاول ننزل المكونات من الحروف كده ونقلب لغاية ما كلويتها جانت شايفين السائل عامل معي ازاي نقلب نقلب جامل بكلو قوتنا كده كده تمام جدا بعد كده بقى هنزل بالبطل بتاعنا بتاع الحلقة النهارة وهم كوبايتين جسد الهند زي ما قلتلكم اي حاجة ناعم خيشن مش هيفرق معيه هنديها تقليبة متينة كده لحد بالمعلقة مش محتاجين الويسكي اليدوي هنقلب بمعلقة بسباتيولا اللي موجودة عندنا لغاية ما جسل هن تشرب المكونات بتاعتنا ونبدأ بقى ايه نلمها في ايدين كده نلاقيها عملت شكل كده بنختبرها بقت هي كده ايه مزبوطة معينا وبقت سهلة اهي انا شكلتها معاكم عملتلي شكل بقى ممكن بقى نبدأ نجهز حاجاتنا انا عندي هنا كيس التزيين بتاعي دوت ممكن اللي هو كيس الحلواني بحط فيه بسهل على نفسي انتو بقى ممكن تعملوا زي كده تحطوا في كيس الحلواني ممكن بمعلقة عادية ممكن بمعلقة الايس كريم اي حاجة كله تمام وكله ماشي يعني مش هيفرق انا كنت اخدها ده للنس صراحة فحبيت ان انا زينها في ورق الكبكيك انتو ممكن تزينوها على ورق كراسة عادي ورق زبدة المتاح عندكم مش هيقول لا بنزلها كده في مقدار معلقة لكل ورقة كبكيك نزلت حوالي معلقة معلقة اكل كده والشكل انها ابتها حل طبعا ببقى مولى على الفرن على درجة 180 بدخل الفرن بتاعي بدخل اللصناي بتاعتي على الفرن بتقعد من حوالي من 10 دقايق لربع ساعة التزين بتاعي زي ما انتم شايفين كده حبت نصاص من الكريز طبعا انتم ممكن تحطوا اي مكسرات او ما تحطوش برحيتك التزين ده يرجع لكم انتم شكلها امر ازاي طبعا بعد مرور 10 خدت معي 10 ده بالزبط لعسل ده باقي من الفيديو اللي فات بتاع بلاح الشام زي ما انتم شايفين لا خرز ولا كتل ولا اي حاجة زي الفل معي وجميل جدا لكل واحدة من دول حوالي خدت حوالي بالزبط معلقة معلقة صغيرة معلقة شاي كده بوزع بالفرشة تديني تلميها حلوة وطعم مظبوط والشكل امر زي ما انتم شايفين كده طبعا اتمنى انتم تعملي اللايك والاشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس واللسه مشتركش يشترك وطبعا تفعلي زر الجرس على الكل وكل سنون طيبين اشتركوا في القناة